استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرز بحضور السيد حسن رشاد رئيس المخابرة العامة تناول لقاء مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة وسبل دفع المفاوضات قدما للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للمحتجزين وكذلك النفاذ الفوري والكامل للمساعدة الإنسانية باعتبارها أولوية قصوى لمصر استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد وليام بيرز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وذلك بحضور السيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة حيث تناول اللقاء مستجدات الجهود المشتركة للتهدئة في قطاع غزة وسبل دفع المفاوضات قدما للوصول إلى وقف لإطلاق النار وتبادل للمحتجزين وكذا النفاذ الفوري والكامل للمساعدات الإنسانية باعتباره أولوية قصوى لمصر في ضوء تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع حيث شدد السيد الرئيس في هذا الصياق على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الأونروا وضرورة عدم إعاقة عملها كما تم تأكيد أهمية تطبيق حل الدولتين لكونه مسار تحقيق السلام والأمن في المنطقة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد أيضا التطرق إلى الأوضاع في لبنان وكذا التصعيدات المتبادلة التي شهدتها المنطقة مؤخرا حيث أكد السيد الرئيس أهمية التوصلي بشكل عاجل لوقف إطلاق النار في لبنان بما يحفظ سيادته وسلامة أراضيه ويحمي استقراره وأمن شعبه الشقيق كما حذر السيد الرئيس من خطورة استمرار التصعيد على المستوى الإقليمي بما له من تدعيات جسيمة على شعوب المنطقة كافة هذا وقد شهد اللقاء تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين النصر والولايات المتحدة وحرص الدولتين على مواصلة تعزيزها لحماية وصون الأمن والاستقرار الإقليميين موسيقى